السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة هعمل معاكم وصفة تاني للبسكوت بس المرة دي هيكون بسكوت النشادر اللي احنا تربينا عليه كده بخير وبطبيعته وبجد حلو جدا جدا وقد ايه هو سهل ولكن النهاردة هعمله معاكم بالزبدة ده عشاني انا ولكن انت لو عايزة تعملي بالسمنة بالزيت او سمنة على زيت زي ما تحبي خالص هعمل بسكوت النشادر النهاردة وكمان هنشكله بالكيس يعني هعمله بالزبدة ونشكله بالكيس مفيش اسهل من كده بجد حاجة طعمها بجد يفوق الخيال وقد ايه هي سهلة ده بقى اللي يسمى بسكوت التلات دقايق كمان مش العشر دقايق انا عملته في ثواني كده وزي ما احنا شايفين النص كيلو دقيق اعمل معايا كمية حلوة وانا عامل نص كيلو دقيق النهاردة علشان بعض المتابعين يقالولي بيخافوا من المعجنات وبيخافوا انهم ياخدوا فيها خطوة فانا النهاردة بقولك اعملي بكمية بسيطة وهي تجربة وتتعلمي منها الانسان بيتعلم من تجاربه يا جماعة مش من اي حاجة كده ومحدش مولود فاهم كل حاجة تمام الممارسة والتجارب هي اللي بتعلم نبدأ كده نسمى الله ونصلي على الرسول الله وما صلي على سيدنا محمد على بركة الله كده نص كيلو دقيق حطيت عليه زرة ملح تمام وحطيت عليه ربع معلقة من البيكنج بودر خدوا بالكو هنا في الوصفة دي المواد الرفعة لازم ان تكون حساسة جدا ربع معلقة صغيرة من معلقة الشاي ومعايا تلت كباية من المياه او الحليب زي ما تحبي معايا فانيليا ومعايا بيض ومعايا هنا النشادر وهوريكو هاخد منها قد ايه دلوقتي ومعايا كباية من الزبدة 200 جرام من الزبدة ممكن تستبدليها بالسمى تمام كده هاخد ربع معلقة كمان من النشادر وهشتغل معاكو وهنشوف تاني المقادير مع بعض واحدة واحدة كده هجيب العجان بتاعي وهنزل كده بكباية الزبدة زي ما احنا شايفين اللي هي 200 جرام من الزبدة وممكن نستبدل هاشوفو انا كنت نسيت السكر ماشي فارمت كباية فتحنت كباية من السكر الناعم علشان نضيفها مفتكرتهاش اللي دلوقتي خلاص هقول معاكو المقادير تاني ان شاء الله هكتبها لكم ايه وكمان هكتبها لكم في صندوق الوصف تمام 200 جرام من الزبدة بالمضرب الكهربا كده على السريع اضربها بالشكل ده لحد ما الزبدة بتاعتي تبدأ قوامها يدوب كده ويلف مع بعضها مش هتبيض ولا حاجة لسه تمام تمام جدا كده زي ما احنا شايفين تبدأ بس الزبدة تمتزج مع بعضها والدوب دوابان بسيط ابدأ على طول ان انا اضيف لها السكر البودرة كباية من السكر البودرة زي ما احنا شايفين مع بعض كده بسكوت النشادر سهل جدا يا جماعة ولكن معيار النشادر لو اول مادة الرفعة لازم ان تكون واخدين بالنا منها لانها حساسة جدا لو زادت شعرة بسيطة خالص بتخلي البسكوت بتاعك يتفتفت كده هو بيتسوى فانت خدي بالك من النشادر اللي احنا هنضيفها زي ما قلت ربع معلقة بس صغيرة وربع معلقة كمان من البيكنج بودر تمام ضفت هنا السكر البودرة ويبالمضرب كده على طول على طول وبالف العجان بيدي كده علشان كل حاجة تمتزج مع بعضها وبجيب الجوانب كده بالمضرب وانا شغالة بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده لحد ما لوني الزبدة بتاعي يفتح شوية هبدأ اضيف بيضة بيضة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هكسر اول بيضة واضيفها وبعد كده هستنى لما البيضة الاولانية دي تدوب ويا الزبدة والسكر وتختفي تماما هضيف البيضة التانية هنا زي ما قلتلكوا في بداية الفيديو ان انا عاملة كمية بسيطة علشان بعض متابعيني بيقولولي هم بيخافوا جدا من المعجنات او من نواعم العيد والحاجات دي بيخافوا يكلفوا والحاجات بوس فما تقلقش خالص بس تجربي بكمية بسيطة ويمشي على الخطوات وهتلاقي ان شاء الله النتيجة هتبهرك وهتحبيها جدا وكل مرة هتعملي بما اننا ضيفنا البيض بقى لازم ان نحط الفانيليا بالشكل ده الفانيليا السيلة هنا يا جماعة بجد ريحتها حلوة جميلة جدا لو انت هتستخدمي باكت فانيليا البودر بنحط باكتين يعني كل بيضة لها باكت من الفانيليا البودر تمام استنيت هنا لما البيض اختفى والفانيليا امتزجت وكل حاجة بقت زي الفل ربع معلقة صغيرة من الباكينج بودر علشان البسكوت بتاعك ما يبصش في التسوية وبما اننا هنستخدم نشادر لازم هنسوي على طول تمام كانوا زمان كده لما اهليني كانوا بيعملوا البسكوت بكميات كبيرة كنت بشوف جدتي كده كانت تقسم العجين لنصين او تلاتة وتبدأ ان هي تحط في جزء النشادر بعد ما بتخلص عجلة ونضيف كل حاجة على بعضها تحط النشادر في الاخر خالص قبل ما نبدأ نركب المكنة ونشتغل ونبدأ في تسوية البسكوت يعني كنا بنشتغل والفرن شغال قدام مننا اي حد قاعد قدام الفرن بيسوي وحد قاعد بيلف في المكنة وحد قاعد يقطف العجين بتاع البسكوت من المكنة فكانوا بيضيفوا النشادر دي قبل التسوية على طول لانها لو استنت مع العجين بتفور العجين فعلا ولو استنى شوية كمان ودخل الفرن بيفتت البسكوت بتاعك بيفش كده بمعنى اصح بيخدي بالك من المقدار وخدي بالك من طريقة التسوية ربع معلقة صغيرة من النشادر انا عمالة اكت من اول الفيديو تمام؟ قلبت العجينة بتاعتي وضربتها ضربه متقطع بعد ما ضفت العجين الدقيق بالمضرب ضربتها ضربه متقطع وبعدين جبت المعلقة كده ولميت كل الجوانب اللي كان فيها دقيق وده شكل العجينة العجينة هنا لينة وسهلة جدا زي ما احنا شايفين ملزقة قوي لو انا حطيت ايدي في العجينة دي مش هتطلع منها الا بالغسيل فعشان كده استخدمت المعلقة هي اللي هتلمي معايا العجين بعد كده بعد ما لمتها كويس على طول في الكيس اللي انا هشتغل فيه حطيت البلبلة بتاعة البسكوت وبالمعلقة كده بدخل العجينة جوه الكيس واجيب على طول الصواني اللي احنا هنشتغل فيها بدون اي مادة دهنية بسكوت الزبدة زي ما احنا شايفين ناعم خالص وكمان كمية الزبدة فيه زيادة شايفين سهل جدا ازاي؟ اشتغلي كده كل اريحية وانت وقفة في ثواني بجدها تحبيه شفتوا البتفور كنا عاملينه ازاي؟ ناعم وسهل بالكيس كده وجميل يلا بقى كمان بسكوت الزبدة بيننا شادر بدأت هنا دلوقتي وانا بشكل اهو الفرن بتاعي اشتغل على درجة حرارة متوسطة فوق وتحت تمام؟ يعني بشغل الشواية وبشغل من تحت على درجة حرارة متوسطة هتشوفي دلوقتي بقى ان كمية النص كيلو دقيق دي هتعمل معاكي كيلو من البسكوت كمان؟ على فكرة هرجعتان اقول انا شغالة بزبدة فرن سعرها حلو وكمان في متناول ايدي الجميع وممكن جدا ان انت تستبدلي الزبدة بالسمنة يعني كوباية الزبدة اللي انا ضفتها دي ممكن تستبدليها بسمة وكمان ممكن تخلطي سمنة على زيت هيطلع البسكوت بتاعك ما ارقش بس شوية يعني ناشف شوية من الزيت الزيت بين الشفو هنا عمل معايا العجينة دي تلات صواني صانيتين صغيرين بالحجم ايه مش صغيرين اوي بالحجم اللي احنا شفناه دي الصانية الكبيرة بتاعت البسبوس عارفينها دي اللي كنا برضو زمان بنسوي فيها الكحكو البسكوت خلصت هنا بقى تشكيل العجينة الصانيتين الاولانيين دخلوا الفرن وانا شغالة في الصانية دي مش هياخد معايا وقت الفرن شغال فوقه تحت مش هتاخد معايا اكتر من 7 دقايق 10 دقايق وهتكون جاهزة دي بقى اخر قطعة عجين في الكيس خلاص كده خلصت كل الكمية تمام جدا زي الفل زي ما قلنا خدي بالك من البسكوت شايفين بقى هنا طلع يا سلام بقى على الجمال والحلاوة اللون من تحت ومن فوق عمل ازاي بجدن عملت البسكوت ده النهاردة في 10 دقايق وانا وقفة كده يا دوه بمدة الفيديو بس معايا شايفين كمان مفتح الجو من جوه وهش ازاي ده بقى البسكوت اللي كنا بنسأسأ به في شاي بلبن كده وما كانتش طول فترة العيد كام يوم الاولانين كده على طول الفطار كان شاي بلبن وبسكوت والصهرة كمان كانت شاي بلبن وبسكوت ما شاء الله جميل جدا تحفة ما شاء الله تجربوه يعجبكم شايفين البسكوت بتاعنا لونه من فوقه من تحت حلوة قوي بتحطي كمان الفرن بيكون شغال من فوقه من تحت وسط وبتحطي الصواني بتاعتك على الرف اللي في النص يعني ما يكونش في اول رف من تحت ولا في اخر رف من فوق على الرف اللي يعني وسطاني وسطانية بتاعتك في الفرن تمام جدا بالشكل ده ما شاء الله الكمية جات حلوة ما تحركيش البسكوت بعد ما يطلع من الفرن اللي بعدها بخمس دقايق ويبرد تقدموه بالهنا واشوفكم الفيديو الجاعة خير باي باي